السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس السابع وفي هذا الدرس سوف احدث عن كافية رسم ARC حتى الدروس المحتاجة بعد ذلك هتم شرح كافية رسم سواء كان line او circle او ARC وشرح موظم القائمة اللي موجودة في Curve نأتي الى ARC الارك في Start Center و Start Angle هنا الاركام السابع ويكون نقطة معنا في الفراغ ويكون نقطة محددة ولكن مينس 50 و مينس 50 نقطة محددة ستبدأ من هنا موقعه يكون محدد ممكن أن تكون محدد نحن معنيين بهذه النقطة الـ start of arc سيبدأ وليكن هنا الـ end of arc وليكن سيتم تنهي هنا سيبدأ صناع الـ radius وليكن الريدياس اه وليكن الريدياس اربعة واشر اه كانت بي سمولر اه بيقول لان الريدياس ما ينفعش يكون اصغر من عشرين بوانت اثنين طيب خلينا نقول ان الريدياس خمسة وعشرين انتر اه ردياس خمسة وعشرين اه هون بيقول هيكون هنا الناحية دي ولا الناحية دي فنشد الناحية دي هيكون ظاهر بدا الشكل اه النقطة البعد كده هو التانجنت من الاشياء المهمة جدا التانجنت تانجنت هذا الجزء و تانجنت لهذا الجزء انت بيقول لنا هنا اه بريس انتر تدرو سيركل الفرم توبوينت هانت عايزو فين اه هنا تانجنت النقطة فين بالضبط على هزا الكير فيوا يكون تانجنت من هزي النقطة اعتقد ان اسنا خلانا نعمل اريز او دي ليت تنجنت الهنا تنجنت الهنا طيب احنا دعنا نعمل ونحن نحاول نكرر هذا الامر مرة اخرى اول عنصر هنا تاني عنصر هيكون هنا بها احنا طريقة بسيطة جدا من الكرب في نقطتين tangent و tangent و radius فهنا first tangent هو هذا tangent مش center بقى القواد خلنا في القواد كالتالي ال second tangent هو هذا الكرب ال radius هو لكم 15 choose arc ها يكون نحادي ولا نحادي فخلينا اذا هو tangent بهذا الشكل و radius 15 طيب ممكن يكون خلنا تخيل شيء اخر اني فيه سيركل هنا سيركل هنا سيركل وهنا سيركل وهنا سيركل هذا الكواد انت عايز الكرب يكون النحادي فيكون عشان اني هذا الدرس فيه الليبس موجود في الليبس from center ال first axis shift و second axis دا كده تم رسم ال ellipse ايضا من ال اجزائي الاخرى الكيرف ال ellipse و ال diameter دا كده تم رسم الظهر خلق دا كده تم رسم و للأدج ال first axis الـ end of second axis سيكون هذه النقطة الـ start of first axis أيضا في الـ ellipse موجود فيه from first focus الـ point on ellipse أي نقطة على الـ ellipse دعنا نجرب هذا الموضوع الـ ellipse أو النقطة الـ first focus second focus point on ellipse هي هذه النقطة وتم رسم الـ ellipse أتمنى يكون هذا الدرس مفيد وإلى اللقاء في الدرس السامن ترجمة نانسي قنقر